في ورق حلو وكنه في نتيجة امتحان عم بتفرحك عم بوصل لك الخبر الصديق ببين انه بخبرك في نهاية عم تنهل هاي المرحلة على خير وعم بتبلج المرحلة اللي بعدها عم بتواصل لحياتك ازا بعد الدراسة بشكل حلو عم بتكون كتير واقعي كتير ناضج هاي الفترة عاش لك يعني اقصر الطرق وعم تبذل جهد اقل في احراز نتيجة عالية فعم بشوف الحظ كتير معك برج الحوت هاي الفترة يعني بيقول لك امشي وكل شي تمام ازا كنت عم بتفكر في مشروع جديد بيقول لك شوي اجل او شراء مثلا ممتلك معين بيقول لك اجل شوي وكون اه اكون متروي لانه كأنه البيت اللي بدك تشتريه او المشروع اللي بدك تدخله يعني بحتاج لك كتير رأس مال فبيحكي لك انه تروى في هاي الخطوة لانه اه ممكن تتعرض لاشخاص في البيو هموك اه لكن انت عم بتكون كتير قوي وعم تكشف اه يعني الصالح من الطالح زي ما بيحكوها المنيح من المشي منيح عم توصل لمرحلة انك وصلت من اه اه القوة بالقوة انك اه تقدر تعرف اللي قدامك اه بشو عم بيفكر فيه في بداية جديدة بالشغل واكي انه فرصة اه عمل جديدة خاصة للاشخاص اللي اه ما عندهم الشغل خلينا نشوف اذا فيه سفر او لا للناس اللي بستنوا اه السفر الا انه فيه ناس كتير بتسأل عن سفر فخلينا اه نشوف شوف انت كتير محتار بين انك اه تضل البعض منكم طبعا مش الكل القراءة يعني مش منطبقة على اه الجميع قراءة عامة فعم بشوفك كتير محتار بين انك تضل وانك تروح بس انا بنصحك انه تروح لانه البلد اللي انت فيها الباين انه ما فيه كتير رزقة فيها اه التعليم للاطفال ما عم يكون زي ما انت بدك او عم تختار مستقبل اه افضل لاطفالك فلذلك عم بتفكر اه بالسفر المهم تفكير اه بالسفر اول شي عم بتكون كتير محتار اه بس بالاخير رح تسافر بالاخير فيه سفر اه سفر قريب مش بعيد يعني ما رح تستنى اه كتير ما رح تستنى كتير رح يكون فيه سفر حلو ورح تكون فيه رزقة بالبلد اه الجديد وفي بداية جديدة واك انك عم بتعيش اه لأول مرة او عم بتعيش حياة اه اخرى بشخصية اه اخرى حبيبي بعد السفر يعني فيه تغيير بالشخصية من بعد اه السفر خلينا نشوف اه الاشخاص العزاب يعني القراءة العاطفية بالنسبة للعزاب اذا كنت اعزب من برش الحوت فيه فيه احتمال كبير لبرش الحوت انهم يبلشوا حياة جديدة ينهوا مرحلة ويبلشوا مرحلة اه 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 اجديدة مستعد كتير لاتخاذ القرارات مع انه الحوت كتير بيدرس المواضيع قبل ما يقرر لكن في هاي الفترة عم خلاص وصل من الملل درجة انه عم بيكون سريع باتخاذ القرارات عم بيكون فيه بالطريق طاقة سلبية أو حسد أو فيه شيء موقف الموضوع بالأكثر رح يكون حسد يعني مش شغلة كبيرة اللي هي سقق سحر أو لا هي بس غيرة وحسد بين بعض الأشخاص فعم يوجهوا طاقة سلبية لإلك عم بتأخر هاي المواضيع انت عم بتحاول تخدفي عن هدول الأشخاص يعني انت كاشفهم وعارف كل شيء عندك بصيرة معينة أو مكشفت إلك أسرار بتخصهم ورق فيه انتظار خلال الفترة الماضية لحد موصلت لمرحلة اللي هي الياس بفترة اللي هي فترة شهر تموز ممكن انك تقابل شخص لكن تهيئة اللي راح ترفضه ما بنصحك انك ترفضه بنصحك انه تعطيه فرصة لهذا الشخص حتى لو مش مبين عليه الجدية لكن هو إنسان من داخله إنسان متوازن نبين انه ممكن يكون مائي ممكن يكون ترابي أو ناري أسد قوص ممكن يكون إذن هذا كان بالنسبة للعزاب بنشوف للمتزوجين إذن بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت كيف الأمور عم تكون في شهر تموز وعم يكون في حمل ولا لا للي عم بيستنوا حمل حمل على الطريق خلينا نشوف فيه ولا لا بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة عم تكون حلوة عم يكون فيه تفاهم عم بيكون فيه اللي هو استقرار ما فيه ما فيه اللي هو سعادة كبيرة أو حزن كبير اللي هي الأمور العادية ما فيه تغيير كتير مبين بالورق شوية أخبار هيك يعني عم بتنغص شوي لكن بتهيالي أنه متعودين أنتوا على هذا الموضوع وأكنه فيه تدخل من الأهل نوعا ما أهلك أنت أو أهله هو في علاقتكم فتعودتوا على هذا الموضوع وأكنه الشريك أو الرجل في العلاقة ما عم أو حتى المرأة ما عم تقدر توقف الأهل عن التدخل في العلاقة لكن هذا لا لا يؤثر أبدا ما عم يؤثر أبدا شايف الأطفال يعني حلوة وضعهم حلو البيت حلو العلاقات عادة يعني جيدة ما فيه انفصال شايفة فيه حمل ويمكن يكون حمل بتوأم شا عارفة بس فيه حمل للناس اللي بيستنوا حمل ممكن يكون فيه شهر تموز احتمالية كبيرة عم يكون فيه ترميم للعلاقة وتجديد للعلاقة فيه شهر تموز بالنسبة للمتزوجين خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ولا منفصلين اللي مع بعض كيف ممكن يكونوا فيه شهر تموز او شونية الشخص المقابل ناحيتنا لبرج الحوت وكأنه الشخص اللي معك مش تمام عم بيحاول يغير من حاله يحسن من حاله عم بيحاول يتطور لحتى يوصل لمرحلتك انت او لحتى يليء فيك عم بيحس انه انت افضل منه لذلك بدي يشتغل على حاله لحتى تقبل فيه او يكون على نفس المستوى او مستوى متقارب منك وكأنه انت اكتر منه مال او في ناحية من النواحي اكتر نجاح في العمل عم بتكون متقلق في هاي العلاقة عم بيفكر فيك بشكل جدي لكن شايف حاله هو انه مش مناسبة هاي الفترة بالنسبة له لسه لسه مصر الوقت اللي بقدر انه يكون بمثابة اللي هو انه يستحقق فاكتر اشي هاي الطاقة مسيطرة على تفكيره عم بيحبك كتير حب كبير والباين انه هو عم بيحبك اكتر ما انت بتحبه اذا لبرج الحوت المرتبطين خلينا نشوف المنفصلين من برج الحوت طبعا مش اشهر من اشهر تاركين مش من اسنين راح نشوف اذا والقراءات ممكن تكون عكسية وما بتنطبق على الكل لانها قراءة عامة مش قراءة خاصة فا ما تزعلوا اذا ما انضبقت عليكم ممكن تشوفوا حدا تاني يعني بقرأ تارت ممكن تزبط معاك القراءة وتكون الطاقة واصليت له خلينا نشوف للمنفصلين كيف عم بفكر فينا الحبيب شوف الحبيب مشتاء في شوق في شغف في بس ما في توازن في حياته يعني وكأنه خرب التوازن اللي كان عنده بس كيف عم يشعر ناحيتنا مترقب حاطت كل اشي وراه وعم بيراقب يعني ما عم بيركز في اشي معين نتيجة انه مركز فيك انت اكتر من اموره هو بانه يحل اموره انت عم تكون هذا الشخص فيما يعني فيما سبق لكن انت الان عم بتحاول انك ترد العين بالعين والسن بالسن زي ما بحكوه والبادي اظلم فهو بدأ في الشهر في الماضي وكأنك راجع لكن راجع بشروطك راجع في بدك العلاقة تصير جدية اكتر في مستقبل العلاقة ممكن يكون في مستقبل اذا هو اشتغل على حاله او انت ممكن تساعده في انه يشتغل على حاله اكتر اذا للمنفصلين في اكتر نسبة رجوع كبيرة بالنسبة لبرج الحوت بهنيهم قراءات كتير حلوة كانت خلينا نشوف اذا في اذا في مصيحة ممكن الاوراق تفيدنا فيها لبرج الحوت حبايبي نصيحة حلوة انا انا فهمتها واكن بيحكي لك الورع استعيد شخصيتك القديمة انت تغيرت كتير في السنوات الاخيرة وهاي التغيرات اتسببت في انك شوي رجعت لورع فبيقول لك ارجع لأصلك ارجع للمهارات اللي عندك جوة في داخلك لشخصيتك القديمة لطفورتك استعيد هاي المشاعر جدد مشاعرك على قد من جرحت بيقولك افتح صفحة جديدة لانه خير فيه خير فيه اشياء حلوة عطري فبيحكي لك ما ما تيأس لانه اذا رجعت انت زي ما كنت بالحماسة اللي كانت يعني الطفل بيكون اللي بيحبوا بيعملوا ما بيفكر انه مثلا عواقب الامور وبيعقد الامور لا بنبسط في اي اشي ممكن يعملوا اي شي يعني اي لعبة اي كذا بيختار خلاص بدوا اياها وكتير بينبسط فيها اللي هي فرحة الاطفال فبيقولك انه ارجع لهاي الطاقة نشوف من الورق التاني اذا فيه نصيحة كمان لبرج الحوت مصيحة من الورق او من الكون ممكن تكون لألك بيقولك ما تخاف العدل موجود قد من ظلمت العدل رح ياخد مجرى هذا الاشي بأكتر من ورقة تبين فيه مستنيك شخص حلو يعني فيه بيت وفيه شغلات لكن بيقولك انسى الامور اللي عم بتكون يعني مش موجودة على أرض الواقع انسى موضوحها اتعامل بالواقع فقط واتخذ القرارات عند يعني بالوقت المناسب ما تتأخر ما تفكر كتير وتهلك حالك في موضوع التفكير والأخذ والعطى كون أسرع باتخاذ القرارات وأنك تلقط الفرصة بسرعة قبل ما ياخدها غيرك كون سريع بالفترة الجاية لأنه برش الحوت من الأبراج اللي نفس الوقت أنه عندها عواطف وكذا لكن بتحسب الأمور بشكل منطقي اللي هو كتير وبتدرس التفاصيل وبتاخد وقت عشان تاخد القرار فبيحكي لك أنه لا هاي الفترة كون متروي في اتخاذ القرارات لحتى تكون قراراتك سليمة واستشير الناس اللي أكبر أو أصحاب الحكمة اللي عم بيكونوا حاكمين أكتر منا إذن وراء يعني حلو كتير للحوث اشتركوا في القناة